بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي هذه الآية تبين لنا أن الدعاء هو عبادة من الأنواع العبادات التي شرعت لنا في هذا الدين الإسلامي لقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حيث قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة إذن لا بد أن نعرف هذه العبادة ونتطلع عليها بعض من الأحكام التي تختص هذه العبادة العظيمة ألا وهي الدعاء أولا ينبغي لنا أن نعرف أن للدعاء أساسيان أو سمها ركنان الأول أن يكون هذا اللفظ ألا وهو الدعاء نداء الثاني أن يكون لله عز وجل فهذا النداء إذا كان لله عز وجل كان دعاء إذا كان هذا النداء لغير الله عز وجل كان دعاء مردودا باطلا ننتقل الآن إلى شرطي الدعاء أو العبادة أو العمل الصالح أو الطاعة فهذه المسميات كلها لا بد أن نشترط لهما شرطين والناس ولله الحمد المسلمون يعرفون هذين الشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فهذا الدعاء أو العبادة لا بد أن تخلص الدعاء لله عز وجل بأن تستجمع قواك أن تكون ذليلا مفتقرا إلى الله عز وجل حيث قال الله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فأنت يرعاك الله عندما تخلص الدعاء أبشر بمقربة الإجابة بإذن الله عز وجل عاجلا أم آجلا في هذه العبادة الآن يشترط لنا شرطا ثانيا ألا وهو متابعة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الهدي إذا أردت أن تتابعه في الدعاء أو العبادة لا بد لك أن لا تتجاوز نطاق المنهج النبوي ولله الحمد في القرآن وفي السنة أدعية لا نتقيد بها أننا نشترط فقط هذه الأدعية نعم هي الأفضل وهي الأصلح وهي الأحسن ولكن عندما نقول متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة الدعاء بمعنى أنك لا تتعدى لا تكثر من الألفاظ من الألفاظ كي لا تقع ولا تقل من بعض الألفاظ في الدعاء إذا كانت الدعاء نصا شرعيا كذلك من طرف آخر وبالمقابل إذا عرفنا هذين الشرطين لا بد أن نتطلع إلى أقسام الدعاء وأقسام الدعاء قسمين قبل أن نتكلم على أقسام الدعاء ينبغي لنا أن نوضح مسألة مهمة جدا في الدعاء متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في الدعاء لا نزيد ولا ننقص فيما ورد في الشرع وهذا ليس تعصبا أو تشددا وإنما هو مصلحة للأنفس وخصوصا المسلمين إذا عرفت الآن داخل الصلاة أذكار معينة وخارج الصلاة قبلها أذكار معينة وهذه الأذكار تحت نطاق الدعاء لا تزد ولا تنقص نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقام عندما ترفع من الركوع في داخل الصلاة أنت كمأموم تقول ربنا ولك الحمد هذا دعاء وهو من أقسام الدعاء دعاء العبادة سنتكلم عليه إذا قلت كلمة زيادة عن هذا اللفظ أو نقصا لا يقبل لأن الصلاة مبتدعة في التكبير ومختتمة بالتسليم بألفاظ مخصوصة بحركات وسكنات مخصوصة فليس لنا أن نشرع لفظا أو حركة من عندنا منها هذه لأن البعض مع الأسف يقول ربنا ولك الحمد والشكر كلمة الشكر داخل الصلاة لا تصلح قلها خارج الصلاة قل ربنا ولك الحمد والشكر اللهم ولك الحمد ولك الشكر أما داخل الصلاة أن تقول ربنا ولك الحمد والشكر وأن تشرعها وأن تستمر عليها هنا نقول قد خالفت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال آخر الأذان عندما يؤذن المؤذن قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المنادي أو المؤذن في رواية فقولوا مثل ما يقول إلا حي على الصلاة حي على الفلاح عندما ينتهي المؤذن في نهاية الأذان يقول لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لأنك تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف أمره ولا سنته عليه الصلاة والسلام فتقول لا إله إلا الله إذا قلت حقا لا إله إلا الله أو صدقا مرة أو مرتين أفعل الله عنك ولكن إذا استمريت عليها قد خالفت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأنت يا رعاك الله كن على حذر وعلى حكمه وعلى دراية مما لك وما عليك في هذه الخصلة المباركة الآن نعرف أقسام الدعاء فهذا الدعاء عظيم وأقسام الدعاء مهمة جدا أن تتطلع إلى هذه الخصلة المباركة القسم الأول يسمى دعاء العبادة والقسم الثاني يسمى دعاء المسألة هو بين قوسين الطلب هذين القسمين أخذا من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا دعاء العبادة ومعنى دعاء العبادة أي أنك تمجد الله عز وجل وتثني عليه عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تثني على الله وتمجده وهو دعاء لله عز وجل وقبل أن نتكلم عن دعاء العبادة لابد أن تعرف أن الأذكار كلمة أذكار تختلف عن كلمة دعاء أو أدعية فالدعاء يشترك مع الأذكار والدعاء يشترك مع الذكر كذلك ولكن إذا قلت ذكرا نشترط عليك أن لا تزيد ولا تنقص بمعنى أذكار الصباح وأذكار المساء الأذكار داخل الصلاة أذكار ألفاظ الدعاء في الأذان في الإقامة أذكار النوم هذه الأذكار لا تزد عليها ولا تنقص لا في العد ولا في الزمن لا تخصص وقتا معينا للذكر إلا فيما ورد في الشرع هنا تخلص وتخلص نفسك من الزعزعة ومن الخلاف وهذا باتفاق العلماء أن في الأذكار لا زيادة ولا نقصان أي لا إثرات ولا تفريط وينضبط علينا ضابطين في الأذكار أنك لا تخصص لا في الزمن ولا في العد قد يسمع البعض قول الدنبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر نسأل الله عز وجل أن يحط عنا وعنكم الخطايا الآن هذا الحديث ذكر لك أنت يا رعك الله لله عز وجل مئة مرة إذا قلت تسعة وتسعين لا تدخل في العجور إذا زدت على هذا الأمر أمرك إلى الله قلها مئة إذا أخطأت تعفى الله عنك وستكتب لك وستبلغ هذه النية فلا تخصص ذكرا شرع لك بوقت من عندك بعض الناس قد يقول أنا أريد أن أقول سبحان الله مئة مرة كل يوم عصر أو كل يوم صبح أو كل يوم في المساء أو قبل أن أنام أقول لا حوله ولا قوة إلا بالله ألف مرة لا يرعاك الله لا تحدد ولا تخصص في الزمن ولا في العد وهنا نرجع إلى الشرطين الإخلاص ومتابعة هد النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تتابع هد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض النصوص الشرعية فأنت يرعاك الله الآن عرفت أن من أقسام الدعاء دعاء العبادة فدعاء العبادة هو يندرج تحته الذكر الذي تقدم آنفا فيما ذكرناه لكم فدعاء العبادة من أقسام الدعاء وهو التمجيد والثناء لله عز وجل والقسم الثاني يرعاكم الله دعاء المسألة والطلب بأن تقول اللهم اغفر لي اللهم اعفو عني اللهم اشفني من هذا المرض اللهم اصرف عني مرض كورونا اللهم اصرف عننا السوء وهكذا فدعاء المسألة ودعاء الطلب هذا الأمر فيه سعة ألا تتجاوز الحد في دعاء المسألة ألا تدعو على قطيعة رحم أو أنك تسب في هذا الدعاء أو ما أشبه ذلك أو أنك تتجاوز وتعتدي في الدعاء بأن تقول اللهم ارزقني مالا لا ينبغي لأحد من بعد هذا اعتداء في الدعاء فأنت يرعاك الله الآن عرفت أن هذين القسمين مهمين لك ستتنور سيكون المنهج أمامك في هذه العبادة واضحا ومن كرم نفسي والمسلم إذا أراد أن يكرم نفسه أن يلح على الله عز وجل في الدعاء كما قالوا الفقهاء ومن ألح على الله في الدعاء هذا من كرم نفسه وذلك بأن يكون ذليلا بين يد الله عز وجل مفتقرا يرجو ما عند الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا أنك إذا دعوت الله عز وجل أنت في إحدى ثلاثة أمور إما أن يستجاب لك أو أنها تدخر لك يوم القيامة أو أن الله عز وجل يصرف عنك سوءا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وبهذا تبين لنا ركني الدعاء وشرطي الدعاء وقسمي الدعاء فنتوجه إلى الله عز وجل في هذه الخصلة في السر والعنل ونستغل الأوقات التي وردت في الشرع أن هذا الدعاء فيها أوقات مرغب فيها بين الأذان والإقامة عند السفر وتستغل الأوقات كذلك في آخر عصر الجمعة وهكذا وهلما جر وبهذا نكتفي هذا والله أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة